رامي تفضل سلام ونعم يا ابونا أهلا يا حبي أقبل أيهادي قدسك أهلا يا حبي وبداية حابب أشكر صنات نسات حابب أشكر سيدنا نياسة الحبر الكهديد الأنباء المية على اهتمامه بوجود قدسك معنا النهاردة الحقيقة يعني إحنا كلنا فأمثل حاجة إن إحنا نتعذى وإحنا عادين في بيوتنا وخصوصاً في الأيام الصعبة بي ربنا تفضل حابب أسأل قدسك في موضوع غضب الله كتير اليومين دول بنسمع عن فكرة إن الوباء اللي احنا فيه ده اللي بيسود العالم كله ما هو إلا غضب من الله فرعب إذن قدسك كلمنا عن فكرة غضب الله وهل فعلاً الوباء اللي احنا فيه ده هو غضب من ربنا بص حبيبي ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء من عرف فكرة الرب لكن في آيات كتيرة وفي أوضاع كتيرة تخلينا نقول إحنا ليه مستبعدين غضبه يعني لما يقول في روميا واحد غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم طب ما هو العالم اتملى فجور لو أنت يعني مش عارف أظنك عارف العالم الغربي يقنن الفجور تقنين وتخطأ القواعد المسيحية وكلام الإنجيل بشكل يعني صريح جداً ومؤذي جداً طب ما هو لازم يبقى في غضب لأن ربنا بيكره الشر وبعدين يا حبيبي الغضب الإلهي يمشي مع العدل الإلهي يعني إيه؟ ما هو لو ربنا ساب الأشرار يتمادوا في شرهم بدون أي ردع بدون أي إيقاف للشر طب ما هو العالم كله يخرب حتى الأبرار يتلوثوا بالشر يبقى ربنا يعني بيجي له وقت كده إيه؟ بحكمته وحساباته بيوقف الشر شوي بيشد عن ناس جامد لكن هو نفسه الأب الحناين اللي عاوز الكل يرجعوله إحنا ليه بنا نزعج من كلمة غضب غضب إذا كان غرضها خلاص العالم ونهاية الشر دي ما تزعلش حتى تزعل ليه؟ لأن إحنا نفسنا لما الأشرار بيفتروا قوي بنستنى عضل ربنا بنستنى تدخل ربنا طب اسمح لي عشان أنت فتحت موضوع حساس وأنا عارف أنه بعض الناس متلخبطة لأنه الغضب يترجم عند البعض كأنه كراهية لا مفيش كراهية عند ربنا خالص لكن ربنا له كل المجدديان المزمور بيقول إله يسخط كل يوم الله قاد عادل ويسخط كل يوم إذا صفة الصخط الإلهي أو الغضب موجودة في ربنا ما نقدرش نلغيها وإلا نبقى بنلغي كلمات صريحة في الكتاب لكن مش بنفهمها كأن ربنا ده شراني واللقاسي طبعا لا هو ربنا اللي بنحبه وبنقوله أبانا الذي في السماوات وهو ربنا يسوع اللي تجسد وفدانا بحب وهو اللي مطول باله على الخطاة وإحنا كلنا تبعهم الإبن الضال والسامرية والمخلع والمولود أعمى لكن مع كده ربنا نبهنا وقال لنا خافه خافه من الهلاك الآبدي وكلمنا عن جهنم وقال إن أعصرتك عينك اقلعها خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان تعالى مثلا نقرأ في أشعية تسعة فأشعية تسعة يقول إيه يقول أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل محدش سامع ربان فيقول الأرميين من قدام والفلسطين من وراء يأكلون إسرائيل ده على شعبه يعني مع كل هذا لم يرتد غبضه يعني يقدبهم ما بيتبوش ويده ممدودة بعد يعني يمكن مكمل في الزعل بعدين البراجراف اللي بعده جزء اللي بعده الشعب لم يرجع إلى ضاربه ولم يطلب رب الجنود يقطع الرب من إسرائيل الرأس والدنب ويبتدي يتكلم عن ضربة تاني وفي أخير هيقول إيه مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد وبعدين يقول لأن الفجور يحرق كالنار يعني ربنا مش عاوزهم يوصلوا النار جهنم بصخط رب الجنود تحرق الأرض ويبتدي يتكلم عن أوبئة وحاجات شديدة ويقول مع كل هذا لم يرتد غضبه ليه لم يرتد غضبه ويده ممدودة بعد لأن الناس متكبرة مش عاوزة تتوفر طب لو الناس خافت وتابت ورجعت لربنا وعرفت قد ييه ربنا رحمته واسعة ما هو يوقف زي ما كان بيوقف كل التأديبات اللي جات قبل كده في الكتاب يكمل حتى في إصحة حرشة يكمل نفس السيناريو بتاعه أنه تأديبات مختلفة السكل نابعة من غضب ربنا وحزنه على شعبه اللي عبد أوسان ومشي في الوسانية ويرجع يكمل تاني في صحة حرشة ويقول ايه مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد الكتاب المقدس حتى في العهد الجديد ذكر غضب الله قال من لا يؤمن بالابن يمكس عليه غضب الله ده في إنجيل يحنى وتكلم في العبرانين مخيف هو الوقوع في يد الله الحي أحبائي لما بنتكلم عن الغضب مش بنتكلم عن قسوة مش بنتكلم عن إله متعصف يعني ما يهموش البشر بنتكلم عن إله حنين مش عاوز جهنم الناس توصل لهم بيعطالهم بكل طرق الممكنة بينادي عليهم بكل طرق الممكنة طب لو واحد أصر واختار الهلاك برجله هيقول له اللي انت عاوز ببني هعمل إيه طيب زي واحد مرة قالها بطريقة جميلة قال إيه قال بتوع ربنا زيكم كده يقولوله لتكن مشيئتك هيروحوا السامة لأن دي مشيئت إنما في ناس أشرار يفضل ربنا يحايل فيها طول عمرها وبعدين ربنا اللي يقول لهم في الآخر إيه لتكن مشيئتك يعني إيه اخترتوا الهلاك وأصرتوا عليه حاولت تعطلوا عنكم هو ده بيتكم يترك لكم خرابا خلي بالكم المسيح لما قال الكلمة دي كان بيبكي ومع كده خربت أرشالي يبقى هنا هذا الغضب الإلهي مصحوب حب حقيقي لكل الناس فخلونا ناخد المعنى كما قصده الكتاب لكن ما ينفعش نلغي الكلمة من قاموس الكتاب الصريح جدا واللي الكلام فيه حقيقي مباشر دكتور مجد